فهذا ذبح من المخالفين له طبعاً أهل السنة أكثر من ألف ألف زهواء أو زهاء ألف ألف مليون ودخل هذا المعثر سيء الذكر أيها الأخوة دخل إلى... وعلى فكرة الشيعة باللهات مذهب التشيُّع بعد إسماعيل الصفوي أخذ خطاً آخر أقول لكم الحقيقة ليس لأني سني أو متعصب أنا لا أحد يتهمني أنني متعصب ضد الشيعة أبداً أنا رجل أريد التوفيق أريد التوحيد لكن أحكي الحقائق المرة سواء تعلقت بك سني وهذا ليعجب سنياً وسواء تعلقت بإخواننا الإمامية وهذا ليعجب الإمامية أنا لا يعنيني أنا رجل أريد أن أكون باحثاً نزياً أبحث عن الحق الذي يرضي ضميري وأحاج به أمام ربي إن شاء الله غداً هذا الذي أريده وليغضب من يغضب وليرضى من يرضى هذا الحقائق لذلك الشهيد علي شريعة رحمة الله تعالى عليه شهيد الشاه المجرم أنتوا كتاب عظيم أدعوكم لقراءتي اسمه التشيُع العلوي والتشيُع الصفوي وغضب للأسف المتشيُعون بالطريقة الصفوية من المراجع العلماء الدكتور الفيلسوف علي شريعة من أجل هذا الكتاب وحكموا بكفر وأنه زنديق هذا زنديق هذا دخيل هذا هذا وهابي قالوا قالوا وهابي قال أتهم بأنني وهابي وعند الوهابية يقال هذا شيعي رافضي أنا قضعت بين الطائفتين المتعصبتين للأسف الشديد في الحقيقة له وهابي وله رافضي هو مفكّر إسلامي حر شيحي مفكّر إسلامي حر شيحي يترضى على عمر على شريعته ويعتبره في واحد من كتاباته نموذجاً للعدل هذا أغضبهم جداً يا أخي الرجل العقل حر وأبوه آية من حجج الله كان عالماً كبيراً تقي الدين شريعة رحمة الله عليه نحب الإنصاف تفتحوا إسلامكم والله أعظم من كل هذه العنوانات يا إخواني يا شيعة ويا سنة إسلامنا أعظم وأجل وأكرم كأن الإنسان بدأ الآن ييأس يخامره اليأس أن هذا الإسلام كما يعرض قادر أن يقود الأمة وأن يحدث نهضة سرنا يخامرنا خوف شديد أنه سيحدث مذابح أنا أقول لإخوان الشيعة كما لإخوان السنة فلنتق الله في أنفسنا ننتق الله في تركة محمد ننتق الله في هذا الدين في كتاب هذا الدين يا إخواني هذه رسالة الخطبة اليوم دخل الشياء إسماعيل الصفوي بغداد أيها الإخواني دخل بغداد قبل هلاكي بنحو عشرين السنة ماذا فعل؟ أول ما أظهر سب الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثماني هذا دينك هذا مفيد ما شاء الله الأم هذا؟ على المنابر لعنهم وسبهم طيب وبعد ذلك أيها الإخوة أول ما دخل أيضاً نبش أمر بنبش قبر الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمار رضي الله عنه وأرضاه ليه؟ ما مشكلتك يا إسماعيل مع أبي حنيفة؟ أتعلم كيف مات أبو حنيفة؟ لكن بعد أن نكمل نبش قبره أيها الإخوة ودفن مكان الإمام الأعظم كلباً أسود وقال أمر أميري قال من أحب أن يقضي حاجته فليقضيها في قبر أبي حنيفة نبش القبور طبعاً الحسين عليه السلام علم الشهداء وسيد شباب أهل الجنة كم مرة نبش قبره أيضاً؟ من سنية متعصبة كالمتوكل وقبل 150 سنة وسوئ بالأرض قبر الحسين عليه السلام هذا عقلية المسلمين تعرفون ماذا؟ لا يمنعهم من الظلم إلا العجز كما قال أبو الوفاء بن عقي الحنبلي المعاصر لإمام الحرمين الجويني وعاصر محنة الجويني وابن الفرات وأبي سهل والقشيري عبد الكريم أبو القاسم القوي شاهد محنتهم وعاشه كان معاصر لهم كان عصرياً لهم أبو الوفاء بن عقيل قال كلمة عظيمة أيها الإخوة قال أبو الوفاء بن عقيل صاحب الفنون الذي قيل يقع في ثلاثمائة مجلد أقل ما قيل في ثلاثمائة مجلد علامة كبيرة موسوعة حية في شكل إنسان قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمة الله تعالى عليه إني تأملت في الخلق فرأيت أنه لا يمنعهم من الظلم إلا العجز لا أقول عامة قال ما تحدث عن عامة المسلمين بل العلماء حتى لا يُعتم على عدنان إبراهيم أنت تنبِز أنت تغمِز علماءنا تغمِز قناة علمائنا يا أخي الحقائق لا تقول لي تنبِز لا تغمِز أنا لا أحب هذه الكلمات قل الحقائق فقط انتهينا ما ردنا نعبة بهذه الألفاظ الشاعرية الخالية الجوفاء هذا بن عقيل يقول قال أنا لا أتحدث عن العامة العامة معروفون ما شاء الله عليهم العامة لا يستجبون للاعتدال أنا أقول لكم درس التاريخ علم الاجتماع الديني علم الاجتماع الثقافي يقول أيها الإخوة العامة عموما تحب الغلو والتطرف صدقوني معروف؟ هذا ليس كلامي واصبروه واختبروه في التاريخ العامة لا يحبون من يعتدل يحب موقف الاعتدال يحب موقف التوحيد لا لا يحبون التطرف زنادقا كفار الله أكبر سنوا عليهم الغارة العامة بالملئين تحتجد وراء هؤلاء المجانين يقودونكم إلى جهنم وبئسة المصير والعياذ بالله تعالى هذه العامة فنحن لا نعتب على العامة العامة من العامة كما قال ابن خلدون من العامة لكن نعتب على العلماء على القادة على من يزعمون أن الله تبارك وتعالى استوثق منهم أن يبينوا أي بيان بيان تذبحون به أمة محمد تفرقون هذه الأمة لا ترجعوا بعده كفاراً يضرب بعضكم رقابة بعض النبي يقول وأنتم تعملون على شرعاً وقوننت وتسويق وتبرير المذابح اتخوا الله في هذه الأمة اتخوا الله تحروا قليلاً من أطماعكم من الأجندات المكتوبة والمدفوعة يا أخي والمحسوبة والمرسومة إلى متى؟ يقول لا أتحدث عن العامة بل العلماء فإني رأيت الحنابلة وهو حنبلي من إنصافه بدأ بطائفته من إنصافه وجراءته في قول حق ابن عقيل بدأ بطائفته هكذا أنا أطلب من السني أن يأتخذ السنة بالذات ثم يثني بالشيعة وأطلب من الشيعي أن يبدأ ينتقد الشيعة بالذات ثم يثني بالسنة هذا هو العدل هذه الجراءة والجسارة ليس شجاعة ولا بطولة أن سنياً ينتقد الشيعة وأن شيعياً ينتقد السنة ليست بطولة بطولة انتخذ أخطائك أولاً ثم ثني بأخطاء غيرك هكذا لذلك نطالب نحن أن يوجد في دووين إخوتنا الشيعة من ينتخذ أيضاً غلو الشيعة وتطرف الشيعة ومذابح الشيعة كما نفعل نحن بين أهينا وأحبابنا من السنة هكذا العدل